هقولك من الآخر يعني ليه الاتحاد مش باع باع ليه أولا الأدارة الفنية للأرجنتيني مارسيلو جياردو اللي تولى المهمة يوم 18 نوفمبر يعني الفارق الزبني بين توليه المهمة الفنية ومطش النادي الأهلي هم 27 يوم بس الفريق معاه محققش أي كلين شيت غير في مطش واحد المطش ده كان قدام مين؟ أوكلاند أوكلاند طبيعي يعني أوكلاند أصلا ما يعافش يوصل لمرمى أي فريق في الدولة المصري كنت تقول أسمعها بس الناس هتزعل ست مطشات مخرجش غير بمطش واحد بس كلين شيت فرصة طبعا للنادي الأهلي أنه يسجل في فريق زي ده تمام؟ تمام دي التجربة الأولى للمدرب ده خارج أمريكا الجنوبية يعني ممكن تقول ما عندوش خبرة قوي خبرة قوي في المباريات اللي زي دي مباريات العربية عربية دي ما لوش خبرة فيها قوي تمام؟ تمام فيه أزمة في دفاع الاتحاد واضحة يعني الاتحاد بيعاني دفاعيا جدا بسبب غياب السنائي أحمد شرحيلي اللي تعرض لقطع فيه الرباط الصليبي وكمان طبعا لويس فليبي اللي أصيب مؤخرا بتمزق عضلي ما عندوش غير ثلاث تبتوا عارفين عودة حجازي طبعا أسكال الدفاع الاتحاد بكل تأكيد مع عمر هساوي وحسن قادش والفريق بيعاني جدا 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 دفاعيا الفترة اللي فاتت واضح من أرقامه في الدوري استقبل إيه بقى؟ استقبل 18 هدف في 16 مباراة يعني تقريبا معدل هدف كل مباراة يعني الأهلي لازم يسجل ومع كامل الاحترام للفرق اللي سجلت في الاتحاد في الدوري السعودي أكيد النادي الأهلي أقم من فرق منهم كتير يعني اللي لم يكن كلهم ودول وصلوا المرمى للاتحاد فالأهلي يوصل عادي تمام؟ حارس المرمى بقى بجانب الدفاع اللي فيه مشاكل حارس المرمى اللي هو البرازيلي مارسيلو جروهي الحارس ده نقطة ضعف كبيرة جدا للاتحاد السنة دي وفي فرق واضح في مستوى بين الموسم الماضي هو كان عامل الموسم الماضي رائع جدا والموسم ده تخيل إن الموسم الماضي استقبل 17 هدف في 35 مباراة الموسم ده في 17 مباراة بس استقبل 18 هدف يعني أكتر من الموسم الماضي كله كله فواضح إنه عنده مشكلة ومشكلة كبيرة جدا تعال بص بص على الأرقام دي مهمة كمان دي أحصائيات مارسيلو جروهي الحارس حارس الاتحاد البرازيلي لعب 17 مباراة استقبل 18 وخرج بشباك نظيفة فقط في 7 مباراة ودي أحصائيات الاتحاد بشكل عام في دورة روشن السعودي لعب 16 مباراة فاس في 8 يعني فاس في 50% فقط من مباراة تعادل فاربعة وخسر فاربعة سجل 31 هدف وعليه 18 هدف يعني دوري ضعيف جدا للاتحاد حتى هذه اللحظة جدا يعني بص يا سيدي بص خلاص الأحصائيات دي تمام بص معايا أنا تمام آه ده كورنادو أحصائيات آه كورنادو مع اتحاد جدا وده أحد من أهم اللاعبين على فكرة مع الفريق اتحاد جدا ثالث الهدفين بعد بنزيمة وحمد الله برصيد خمس أهداف أكثر لعب الاتحاد صناعة لأهداف برصيد خمس أسستات ثالث أكثر لعب اتحاد جدا مساهمة في الأهداف بعد بنزيمة وحمد الله ثاني أكثر لعب اتحاد جدا صناعة للفرص المحققة بعد بنزيمة برصيد عشر فرص رابع الهدفين بعد بنزيمة وحمد الله وكنادو برصيد ثلاث أهداف ده رومينهو رابع أكثر لاعب مساهمة فيه الأهداف برصيد خمس أهداف ثلث أكثر لعيب اتحاد جده تزديده على مرمو المنفسين بواقع تزديدتين تقريبا كل مباراة ده واحد من أهم اللعيب في اتحاد جده بصباح